قال رئيس دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في فلسطين أنه بمجرد بدء عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع سيفاجأون بأطنان المتفجرات والقنابل المزروعة داخل المنازل محذرا من ضرورة توفير التوعية اللازمة بشأن مخاطر تلك الألغام نتابع المزيد في هذا التقرير جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة لن تتوقف عند اللحظة التي تنسحب فيها إسرائيل من القطاع بل ستشكل الألغام والقنابل التي تعمدت قوات الاحتلال زرعها لتفخيخ المنازل ستشكل كارثة جديدة تضاف إلى مجازر وجرائم إسرائيل في القطاع على مضار نحو سبعة أشهر رئيس دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في فلسطين أكد أنه بمجرد بدء عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع سيفاجأون بأطنان المتفجرات والقنابل المزروعة داخل المنازل محذرا من ضرورة توفير التوعية اللازمة بشأن مخاطر تلك الألغام البيانات الواردة من القطاع المحاصر كشفت أن قوات الاحتلال تركت نحو سبعة ألاف وخمسمائة طن من القذائف والقنابل في الشوارع والأراضي والمنازل وبين الركام وتحت الأنقاض بمختلف مناطق قطاع غزة فيما أكد المسؤول بدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أن إسرائيل خلفت نحو سبعة وثلاثين مليون طن من الركام مشددا على أن عملية تأمين قطاع غزة من الذخائر غير المنفجرة قد يستغرق أربعة عشر عاما كحد أدنى المسؤول الأممي أكد أيضا أن الركام الهائل في غزة يشمل نحو ثمانمائة ألف طن من مادة الأسبستوس الخطرة بالإضافة إلى العديد من الملوثات الأخرى التي تشكل تهديدا جديا للمواطنين في القطاع في حين تتجاوز كميات الركام المساحة المتوفرة لتوزيعه في القطاع المحاصر وعلى الرغم من الحجم المذهل لعملية التطهير أعلنت دائرة الأمم المتحدة المعنية بالألغام أنها بحاجة إلى أربعين مليون دولار لبدء العملية على مدى الأشهر الثمانية عشرة المقبلة في حين متوفر لديها خمسة ملايين دولار فقط